مباراة النهاردة مش ينفع فيها اتحاد جده يطلع مثلاً مثلاً يقول لك اصلوا الله التحكيم ما كانش جيد وبصراحة وما كل اللاعبين والجهاز الفاني محد اشتلاع ادى مبررات وقالوا ان الاهل كان افضل والاهل كان عظيم نهاردة بكل احترام وكل روح رياضية حقاقاً الحق يعني بس الاهل مبار يا جماعة ايه حسين الشحاد امام عشور جهربة يا سلام على محمد هاني يا سلام على روعة برس تاو يا سلام على عظمة مراوان عطية وعلي معلول واحمد نبيل كوكا وباقي اللاعبين كل دول في كفة بس بيه واحد تاني الواحده في كفة كبيرة اوي محمد الشناوي ازاي كل العظمة دي ازاي كل السبات في المستوى ده ازاي قائد حقيقي للنادي الاهلي النهاردة محمد الشناوي ليه لقطتين في منتهى الروع لقطة بعد اول ربع ساعة تصدى الانفراد صعب جدا وكورة خطيرة جدا لو سجل منها لاتحاد هدف التقدم كان ممكن يركب المباراة الاهلي يتقدم بهدف تيجي ضربة جزاء منلي شوتها واحد من افضل مسددي ضربات الجزاء في العالم كريم بن زيمة يتصدى لضربة الجزاء وكأنه عقدة لريال مادريد بالكامل كريم بن زيمة الموسم ده ومودريتش الموسم اللي فات الاتنين تصدى منهم ضربات جزاء الرواعة دي عشيناوي ايه السبات ده اشتركوا في القناة